في أول رد على مزاعم قدمتها تل أبيب عن تورط عدد من موظفي الأونروا في أحداث السابع من أكتوبر أعلنت دول عدة وقف تمويلها لوكالة غوثي وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا قرار لاقى ترحيبا إسرائيليا كبيرا في حين أدانته حركة حماس وداعية الأمم المتحدة إلى عدم الرضوخ لتهديدات الاحتلال وسعيه لقطع شريين الحياة عن الشعب الفلسطيني ويأتي وقف تمويل الأونروا ليزيد تعقيد المأساة الإنسانية في غزة فضلا عن مناطق واسعة خارج القطاع بين شلالات القصف وزخات القنابل استفاقت وكالة غوثي وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا على كابوس يضعها أمام معركة يائسة للبقاء كابوس سيفاقم المأساة الإنسانية في قطاع محاصر ويعيش منذ أكثر من مائة يوم تحت وطأة عدوان سافر فرض تحولا إنسانيا كارثيا على الغزيين ومع إعلان أونروا إنهاء عقود موظفين لديها يتهمهم الاحتلال الإسرائيلي بالضلوع في أحداث السابع من أكتوبر سارعت دول عدة على رأسها الولايات المتحدة الممول الأكبر للوكالة بإعلان تعليق تمويلها لتنضم إليها بخطوات متسارعة إيطاليا وكندا وأستراليا في تأييد معلل لتصريحات تل أبيب التي هاجمت الوكالة وقالت إن لا مستقبل لها بعد اليوم ولن تكون جزءا من اليوم التالي من الحرب في غزة تأتي هذه المواقف الدولية لترسخ أمام العالم أجمع إنكار جرائم الإبادة الجماعية في غزة والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين بحجة الدفاع عن النفس كل تلك المواقف تظهر إنكارا واضحا أيضا لأهداف الوكالة التي تقدم خدماتها لخمسة ملايين شخص تقريبا في مناطق عملياتها الخمس وهي الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان والأردن وسوريا وفي قطاعات تشمل التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والبنى التحتية والمخيمات فالوكالة تنفق أكثر من خمسين في المائة من تمويلها على برامج التعليم وثمانية عشر في المائة على برامج الصحة ثم الخدمات المشتركة وبرامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية تتاليا وتعليق التمويل اليوم ينذر بكارثة أوسعة خارج حدود غزة حيث الصراع مع الحياة منذ عشر سنوات تواجه أنر ونقصا في التمويل وفي كل عام يرحل النقص إلى العام الذي يليه رغم نداءات الاستغاثة التي تطلقها مع بداية كل عام لجمع أكثر من مليار ونصف مليار دولار من أجل برامجها وعملياتها واستجاباتها الطارئة هذه الأزمة لم تعد جديدة وباتت متكررة سنويا ففي عام 2018 أعلنت الولايات المتحدة أنها ستحجب 65 مليون دولار من أصل 125 مليون كانت تخطط لإرسالها إلى الوكالة وهو ما هدد مصير نحو 50 ألف لاجئ فلسطيني من سوريا كانوا قد فروا إلى لبنان والأردن أنذاك لكن الجديدة في هذه الأزمة اليوم أنها تأتي على وقع العدوان الذي يرزح القطاع تحت وطأته عدوان لم ينقذه حتى القضاء الأممي فالوكالة التي نشأت في عقاب النكبة تقف اليوم أمام تحديات هائلة تجبرها على البحث عن طريق للبقاء وتقديم الإغاثة للفلسطينيين في غزة